السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك على تطبيق وقناة فرينشاوي مع وديد مصطفى مع شرح الوحدة الثالثة وحالة تدريبات على كل جزئية فيها لبخانون بيخسونال الضمائر الشخصي قلني يعني إيه كلمة بخانون ببساطة بخانون هي كلمة صغيرة حرفين حتى لات حروف بتحل محل كلمات كبيرة لعدم تكرارها طب إيه أنواع البخانون البخانون في منها بخانون سوجي ضمائر فاعل اللي هي بتحل محل الفاعل زي الثمانية اللي احنا عملين نقول فيهم من صباحة ربنا دول دي اسمها بخانون سوجي ضمائر فاعل طب النوع الثاني اسمه بخانون كومبليمون ضمائر المفعول المباشر وبنختصرها بال طبعا في هناخدها في ثلاثة سنة اللي هنتكلم في دلوقتي هي ضمائر المفعول المباشر يعني جملة بتتكون من فاعل فاعل مفعول أنا قلت الجملة مرة الكلمة المكررة في المفعول دي مش عايز عوضها عايز أخطفها يعني شألطها كده أزحلقها وحط مكانها ضمير بحيث أن أنا معودش أكرار الكلام كتير الفكرة الأساسية هي عدم تكرار الكلام كتير وده هيبان من خلال مثال أو مثالين هقولهم لك بالعربي وركز جدا لما أقول لك مثلا هل أحضرت الكتاب؟ ببساطة ممكن تقول لي نعم أنا أحضرت الكتاب بس هنا كلمة الكتاب تكررت في السؤال وفي الإجابة معينك ممكن تقول لي نعم أنا أحضرته هو أحضرته ايه الهو دي؟ الهو دي ضمير بينشيل المفعول اللي هو الكتاب ونحطه مكانه هو الكتاب مفرد مذكر حطينا هو طب هل أحضرت الكراسة؟ نعم أنا أحضرته الكراسة مع أنك ممكن تشيلها وتقول لي نعم أنا أحضرته سمعوني أحضرته ها الها دي عشان المفعول هنا مفرد مؤنس خلتها ها بدل ما كانت هو طب هل أحضرت الأقلام؟ الأقلام هنا جامعة تقول لي نعم أنا أحضرته الأقلام الأقلام اتكررت عايز أشيلها وحط مكانها نعم أنا أحضرته هم إذن هو ها وهم دي ضمائر بتحل محل المفعول الضمائر الساقوة دي هقسمها للشقين الشق الأول ضمائر المتكلم والمخاطب أنا اللي بتكلم دلوقتي جاه وبتكلم مع واحد بس معلش يعني عذروني هتكلم مع واحد بس أو واحدة بس هقوم أيلو عايز أقول له أنا بكلمك يبقى أنا أحدث أنت يبقى هنا أنت هي المفعول تمام كده أنا أراك أراك أنا شايفك يبقى أنا الفاعل أرى ده الفاعل أنت المفعول إذن المخاطب هنا فكرة المخاطب هو أنت أنت هنا لو دورك مفعول مش ممكن أشيلك ده أنا لازم أحط مكانك ضمير والضمير يجي قبل الفرب بمعنى أن أقول لك أنا بتكلم عايز أقول لك بكلمك أنت أنت دي الضمير بتاعك هيبقى اللي هو تأ بس تبتيجي قبل الفرب وأم أعين لك أنا أحدث ك طب لو أنا بتكلم مع ناس جمع المخاطب هنا بدل ما هو واحد هيبقى الشباب اللي عادين قدام دول كله أقول لكم إيه هنا هنا الجو فاعل والفو اسمه ضمير مفعول أو على الفعل اللي قابليها اللي بعديها يتصرف معها غلط ليه لأن الجو هي الفاعل والفعل اللي هو بارل بتصرف مع الفاعل اللي هو جو لكن فو هنا اسمه ضمير مفعول وضمير المفعول يأتي قبل الفعل يا رب بكونوا نقطة واضحة جو تبارل أنا أحدثك جو فو بارل أنا أحدثكم هنا التو والفو اسمهم برنون برسونال سي او دي مائر مفعول مباشر هنا فكرة المخاطب خلاص المخاطب لو مفرد يبقى لو جمع يبقى طبعا ممكن طيب عايز أقول لك بقى أنا المفعول طيب إزاي دي اللي اسمه ضمير المتكلم المتكلم اللي هو أنا هكون مفعول به يعني أقول لك إيه انت بتكلمني انت شايفني انت عايز يخليها ترى هتبقى إيه مو مو الضمير مو تحل محلي أنا أقول لك انت شايفني هتريد تقول لي نعم أراك واضحة جدا يبقى طيب لو أنا قعد معايا ناس هنا حوالي أهو أدي واحد اتنين وهم أعين لك إيه انت ترانا انت بتكلمنا إذن خدنا دلوقتي وحتشوفهم كتير في حالا لو ضمائر مخاطب لو ضمائر متكلم اللي هي آآ مو أو آآ نو تمام كده دول أربعة مهمين جدا وهنشوفهم في أمثلة حالا دلوقتي لما اسألك سواله لك انت شايفني تقول لي آآ هنا خدت بالك من الأم م بقيت عشان الفرب بعديها أول وفويل انت سمعني انا سمعك لو انت بتكلم مع حتى تقوله انت تنتظرني انت مستنيني هيقول لك هنا برضو ممكن نسألك سؤال على ناس كده هم بيحبون هتقول لي هيرد ويقولولي خلاص يا شباب اللعب هنا بيكون كتير قوية خصوصا على تصريف الفرب هيقول لك وبعدها ويجيب لك تصريف الفعل انت هتشوف هاقوم اي اللي ازد هاقوم اديك غلط متينة لان الفاعل هو مش فو الفاعل هو دول اول كاتر برناو بتوع المتكلم والمخاطب النوع الاول اللي هنتكلم في دلوقتي هي ضمائر المتكلم والمخاطب المتكلم ده اللي هو انا او نحن والمخاطب اللي هو انت او انتم تان كوبا زميلك تان كوبا زميلك يقابلو كا انت في النادي هيرد يقول ايه نعم هو يقابل في النادي هو يقابل مين م م هو ضمير مفعول للمتكلم اللي هو انا هو يقابلني الملاحظة هنا هتلاقي ايه هتلاقي الضميرين وضع قبل الفعل اذا كان في المدارع هنا في فعلين فعل متصرف والفعل التاني في المصدر في الحالة دي الضمير قيه قبل المصدر تسوق بي الى محطة القطار ايوه انا استطيع ان اقود الى محطة القطار اقود بمين ت كي اد من يساعدو a faire لدووار في عمل الواجبات كي تايد من يساعدك في عمل الواجبات ما تنتم ماد عميتي تساعدني a faire лدووار في عمل الواجبات اللي ايبت هتبعcen للحفل تدعو مين تدعوكم انتم هنا الفعل متصرف مع مين الفعل متصرف مع الل ضمير مفعول. ملوش اي تأثير على الفعل ده. تمام? رده الوي. هي تدعو. الفعلي متصرف مع ال. تدعو مين? تدعوننا. خب بالك ان الضمير يحاول الى في صيغة الامر وبيجي بعد الفعل. يعني المفروض اقول لك لو جملة عادية. تمام? دي جملة عايز اخلها امر وقول لك انتظرني. بنشيل التو. والمفروض الفعل يفضل زي ما هو كده. ما التن. لا. قال لك المادي ما تنفعش تبدأ بيها. بتحاول هالبعد الفعلي الى مع. اتن مع. انتظرني. اقول لك. دون مع. اعطني. رغارد مع. انزور لي. كده يعني. تي مرنكتر لسوار. انت تقابلني صفيما أن هيروض يعود واللوي. جي رانكتر عا 20born. انا هقبل السان عشرين. هقبل من هنا. با ح أنتم تسمعوني م حي رضي قلوي نو إكوتون بيان نحن نسمع نو تكوتون نحن نستمع إليك جيدا كاريم تنفيت كاريم يدعوك أنت حي رضي قلوي هو يدعو يدعو مين يدعوني هو بيعزمني على عدم لا تتأخروا خبالك الفعل متصرف مع لا تتأخروا أنا أنتظر أنتظر مين؟ أنا أنتظركم سامي إعادل خبالك أنهم جمع وبقول لهم ينادي ينادي مين؟ يناديكم أنتم اللي هي بو المدرس ينادي عليكم هنتكلم دلوقتي على ضمائر المفعول المباشر وضمائر المفعول المباشر هنا هتكون غير المتكلم وغير المخاطب اللي اسمها ضمائر الغائب إيه ضمائر الغائب دي كمان؟ طلعنا في البخت جديد هقول لك آه مثلا أنا أنا أشاهد أنا أشاهد الفيلم عايز أشيل مفعول مفعول مباشر أنا ولا أنت ولا ما ولا لا دي مش ضمائر متكلم دي ضمائر غائب يا شباب واحدة من ثلاثة يا مفرد مذكر يا مفرد مؤنس يا جمع لو هي مفرد مذكر أشيلها وحط مكانها ل لو هي مفرد مؤنس أشيلها وحط مكانها لا لو هي جمع أشيلها وحط مكانها لي لو هي مفرد مذكر أو مفرد مؤنس اللي هي تاخد ل أو لا واتفاجئنا لما جبناهم قبل الفعل إن الفير بمبدوء بحرف فويال هيو حوالو لتنين إلى إلا أباستروف إذن هنا إلا أباستروف مش أساسية عندنا إلا أباستروف دي بتيجي كحالة استثنائية بدل اللي أو لا إذا أتى بعدها فعل أو لفويال أما إذا كان المفعول جمع على طول نحط مكانه ليه والأربعة دولي يجوا قابل الفيرب هنقول مجموعة إجزامل كل الكلمة تلك كلمة دول هذا الفستان الأزرق دي كلمة مفعول مفعول مباشر مفيش قدامه أي حرف جر أشيله وحط مكانه إيه بص على كلمة غب أشوفها مذكر ولا مؤنس ولا جامع هي أولا مش جامع يبقى ليه مش معنا يبقى لا ولا لا ولا إلا أباستروف كلمة غب وغدسات تبقى الكلمة مؤنس طالما مؤنس نحط مكانها لا لا هتيجي فين؟ قابل الفيرب بص كده على لا لو بعضيها الفيرب بقاوله لا الفيرب بقاوله بي بالتالي هسيب لا زي ما هي وهتيبقى الجملة تلاпورت انت ترتديه ألمي أنبوني غري ألمي هي ترتدي ألمي هي ترتدي ألمي غريب لابسة بوني لأيس كاب غريب لونور ماد هنا أبوني بوني واحب بس موفرد موفرد مدكر أشيله وحط مكانه ل اللوتقي أبل الفيرب ألمي هي ترتديه أو تلبسهو ليو أطان سان پير ليو ينتظر والده سان پير هي المفعول مفرد مزكر أشي لو أحط مكانه لأجي أكتب لأ لأجي البرب بعديها أطان البرب أو لو ويال هتبقى ليو لأطان اللو هتوحوال إلى إلا أبوستروف عشان البرب أو لو ويال ماشا أشت ست جيب ماشا اسمي بنت أشت تشتري ست جيب هزيه الجيب ست جيب مفرد مؤنس أحط مكانها لأ هجيب لأ قبل البرب هلأ البرب أقوله أ اللأ هتوحوال إلى إلا أبوستروف خفيب الجملة ماشا تشتريها هو ينتظر المفعول هنا زي ما انت شايف كلمة جمع هنحنشلها ونحط مكانها لأ والأي هتيجي قبل البرب هتقول لي لأي البرب أقوله هقول لك يا باش مهندس لا تتحول ولا تتغير اللي بيتحولهم هو ينتظرهم ودي بقى اللي بتيجي في الامتحانات يجب لك الكلمة في الأول وبعدها في رجل يعني جزمتك أو حفاءك كلمة جمع مؤنس ضعها أنت تضعها في المدخل حطها في المدخل هذا العقد وهنا كلمة مفرد مذكر هنا مفرد مذكر المفروض تاخد ل حط لها هنا عشان الفير بأول هتكملوا معايا دلوقتي حالا بس أنا هختيف ويجيب لكم مجموعة جمل كتير جدا جمل في الكتاب حبيت أجمعها كلها عشان ما يبقاش في أي حاجة في تانا سواء في الشرح أو في اسمعوا كل الجمل كويس جدا وركزوا في الكلام اللي هقوله وركزوا في معاني الكلمات عشان دي هتلاقوا منتشر خالص في كل الحاجات اللي هتحلوها برة سواء كتب أو ملازم هن يقصنا أو يجربنا هزيه الأحزيه هنا كلمة الأحزيه كلمة جمع الجمع هنشلها نحط مكانها الضمير ل تبقى الجملة هن يقصنا أو يجربنا هزيه الأحزيه حضرتك بتلبس إيون إيشاخ اللي هو السكارف أو الكوفية كلمة مؤنس حطينا مكانها ل جَشَتْ سَبُونَي پور لِهَرْ أنا أشتري هزيه التاقية پور لِهَرْ هنا سَبُونَي كلمة موفرد موزكر نحط مكانها ل اللي هو هن يجنكتبا هن لئيها اللي هو الأحزيه جَلَشَتْ پور لِهَرْ تُمَيْ تَاجُبْ سَسْوَار هنا تَاجُبْ موفرد موانوس نحط مكانها ل تُو لَمَيْ سَسْوَار نوز إسسييان دي شابو پور لفت دي يزي هنا هنشيل دي شابو ونحط مكانها ل هاتيبقا الجوم لا نو لزي سييان پور لفت دي جيزي إلز اشتْ سيز اكسسوار پور كمپلتة سا تنو إلز اشتْ پور كمپلتة سا تنو أولا هجيب لك الاجزرسيز كله هكون زي ما بيجي في الامتحان بس في الامتحان بيكون شوزي انت اعطيبه للاختيارات قدامك للا في كل الجوم الدي أول واحدة الكاسكت الكاسكت هو نقط هو ايه في يضع في الدولاب هنا هنعوض على كلمة كاسكت كاسكت وغدا لا مفرد مؤنس يبقى هنعوض عنها بي لا بتيبقى الجوم لا هو يضعها في الدولاب سي شوسير هذا الحزاء تي بوين مي دون لانتري انت تضعها في المدخل هنا بنتكلم على الشوسير كلمة جمع هنشالها هنحط مكانها لي تيبقى الجوم لا تيبقى الجوم لا تيبقى الجوم لا امت تضعها او تضعهم في المدخل الجاكت الدايق انا اضعه على سريري هي تجربه او تقيسه ان الله تحولت الى عشان الفرب وديلواقاتي هنسمع عمبوس على السورة اللي قدام لدي التالاتة دول كوايس جدا وحنسمع كوايس جدا عشان نكمل بالpronoms المناسب حنسمع أول مرة من غير مكتب الاجابات ولمرة التانية هنسمعها والاجابات تكون مكتوبة تجربة تجربة الا تطلق اục اخذ الا تجربة اهل تلاح اезд تشعر صلتا لا أهمتك ولكن أتسمع تشعر صلتا تشعر صلتا وقتل سلتا وقتل تشعر صلتا بسيطا المسطدين ما تتسمع جدت أنه تفعل مع هذا المقارب ترقى أو ترقى ألم ينجح ألعجت أولاد أنت ترتدي تيشرت الأزرق أرتدي شلناها من هنا وعوضنا عنها أنا أرتدي لو عايزان فيها قول نان الضمير بيجي قبل الفعل ولو الفعل منفي بيدخل معه هنا الفعل يتغير أو زمن الفعل هو يتغير يعني فعل متصرف وفعل تاني في المصدر بالتالي الضمير هيجي قبل المصدر تحاول هنا إلى لأن الفعل بقى أول وفويل أما إذا كان المفعول المباشر مفرد مؤنف نعاوض عنه بالضمير لا لا زي ما عملنا مع له بالزبط تيجي قبل الفعل ولو في مصدر تيجي قبل المصدر ولو في نفي بتدخل مع الفعل جوه النفي ولو الفعل أول وفويل اللا تحاول إلى إلا أبوستخف أدي لا جيب نوع أدي لا جيب نوع مفرد مؤنف هنعاوض عنها بلا لا هي لا ترتديها هي سوف تقيس هذه الجيبة مفرد مؤنف هنعاوض عنها بلا هنحط اللا فين ده فعل في المتصرف وده في المصدر يبقى قبل المصدر وبعد الفعل أول وفويل بالتالي لا هتحاول إلى إلا أبوستخف هي لن ترتديها بنين في الفعل الأولاني ولكن الضمير مرتبط بالفعل اللي في المصدر انت شايف سيلين سيلين ده اسمي بنت مفرد مؤنف هنعاوض عنها بلا هنحط لا قبل الفعل نعم أنا أراها أما إذا كان المفعول المباشر كلمة جمع سواء بقى جمع مذكر جمع مؤنس مبدوء أبساكن مبدوء أبمتحرك كل الأحوال دي بتعاوض عنها بالضمير ولي لا تتغير أبدا سواء بعدها ساكن سواء بعدها متحرك ملناش علاقة كلمة جمع نعوض عنها باللي أنا أحبها كثيرا سارة سوف تأخذ هنا مستقبل قريب نظارة الشمس بتاعتها كلمة جمع نعوض عنها باللي واللي هتيجي قبل الفعل اللي في المصدر أتنين بنات يعني جمع مؤنس هنعوض عنهم باللي واللي هتيجي قبل الفعل مكان الضمير الشخصي الكلام ده أنا قلته وأنا بقرأ الأمثلة بيجي قبل الفعل إذا كان هو فعل واحد طيب إذا كان في فعلين يبقى الأولاني بتصرف والتاني مصدر إذا هو بيجي قبل المصدر لو في فعل في الأمر بيجي لو في فعل أمر في الإثبات ركز إنه هو أمر مثبت ودي عليها أسئلة كتير قوي وتركات أمر مثبت يجي بعد الفعل وبينهم شرطة أما لو الأمر من في بيجي قبل قبل الفعل جوه النفس دي نقطة مهمة قوي خدوا ببالكم منها علشان دي عليها تركات كتير قوي في الامتحانات وفي الكويزات بتاعت الكتب تعالوا كده نجرب ونحل الأمثلة دي مع بعض المفعول هنا كلمة جمع نعاوض عنها بالضمير كلمة إشخ بمفرد مؤنف هنعاوض عنها بلا جمع 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 كلمة جمع مفرد مؤنف نعاوض عنها بلا حقي أكتب ل هلأ الفعل أول مين أولا وووية هلأ تحاول إلا إلا أبوت خذ توا مايت تا جب سوار كلمة جب مفرد مؤنف نعاوض عنها بلا هنكتب لأ عادي نوز إسييو سيشابو كلمة شابو گامع نعاوض عنها بلا نو لز إسييو وقلت قبل كده أن لي لا تتحول ولا تتغير تأخذت لغوبة بلو انت تشتري لغوبة مفرد مؤنف هن يجي نحاوض عنها بلا هن لايق الفعل أولو آ وبالتالي هنحاولها إلى أل تأخذت إلمي لبوني غري لبوني مفرد مزاكر هنعاوض عنها بلو عادي وهنكتبها عادي جي بخو مليونة دسولاي كلمة جمع هنعاوض عنها بلو أنا أخذها أو أخذهم أي انكامبا الفستان الأزرق مفرد مؤنف سبوني مفرد مزاكر هي تضعه أو تضعها انظر إلى هذه القبعات كلمة جمع نعاوض عنها بلو واتفقنا أن لي لا تتغير حتى لو بعدها فيال سي بوت هذا البوت كلمة جمع نعاوض عنها بلو وبرضو لي لأنت تتغير عشان بعدها فيال خدوا بالكو سوفو لغ مفرد مذاكر نعاوض عنها بلو نيجي نكتب لو هنلاقي الفعل أوله بالتالي هنحاوض عنها إلى أو هنحاولها يعني إلى أبوستخف جالام بكو وحبه كثيرا سات ساكاش ها فيه الشانطة كلمة مفرد مؤنف نعاوض عنها بلو نحنا شايفينها موضة قديمة الحزاء زو كعب كلمة جمع نعاوض عنها بلو تكرهوها نضارتش النظر كلمة برضو جمع مؤنف نعاوض عنها بلو أخوها يرتديها دائما الخاتم مفرد مؤنف نعاوض عنها بلا أنا أرتديهي وهي كلمة مفرد مؤنف نعاوض عنها بلا ونخبرنا دائما من أول الفعل هي تختاره الحزام الأسود مفرد مؤنف نعاوض عنها بلا هذا الصندل يكون كبير جدا وكلمة صندل جمع مؤنف وهي عموما جمع يعني هنعاوض عنها بالضمير ل هي تغيره الوزية الموحد وهي كلمة مفرد مفكر نعاوض عنها بلا نكتب لعادي جدا بدون أي تغيير لأن الفعل أوله م كلمة جمع نعاوض عنها بلا أمي تعشقها أخر حاجة في الدرسة شباب في ديالوج جاء في ديالوج مهم جدا 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 مهم هو مش يجيه في الامتحان بالشكل ده بس ها الفكرة ان هو الديالوج ده بيجمع لك كل الفيتمو والاكسسوار اللي جون في الدرسين مع أفعال مع جمل ديالوج طويل ولزيز ومهم خالص المفروض فيه كومبلات هتكمل انت بأسماء الملابس اللي هتسمعها هتسمعه فيه نقاط حاول تكاء تشبه هسيبهولك أول مرة مش محلول وهيعدولك المرة اللي بعديها محلول فيريد تركز فيه لأنه بيعملك كده مراجعة شاملة على الدرسين الأول والتاني بتوع اليونت التالت مرحالة رإ تي curtain J'aime bien les pulls du gar楽 mais je trouve son pantalon horrible il est trop large et moi je n'aime pas ses chaussures noires elles sont moches Hé! la fille en survêtement avec une écharpe Bof ! Le bonnet je le trouve très moche et son survêtement il est nul Chut ! c'est Amélie ma voisine du troisième اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة